اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الروماتيود ارترايتس الروماتيزم اللي هو بييجي في المفاصل وعرفنا الاعراض بتاعته وازاي بينشخصه وايه هي الفحوصات اللي بنتلبها من المريض ده وفي الفيديو ده هنتكلم عن علاج الروماتيود ارترايتس وطبعا قبل ما نبدأ اي حاجة كده لازم ننبه ان العلاج لازم يكون مع طبيب مختص لان العلاج بيتفصل تقريبا على حسب كل حالة وفي حيثيات كتيرة قوي في العلاج لكن احنا هنا بندردش عن الخطوط العريضة فقط فلو انت مريض روماتيود ارترايتس لازم تروح للدكتور بتاعك واتتابع معاه وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو علاج الروماتيود ارترايتس او الروماتيود بالعربي بيكون عبارة عن حكتين اتنين فيه جزء ادوية وده هنتكلم عنه بعد شوية وفيه جزء تاني مش ادوية الجزء اللي مش ادوية زي مثلا ان العيان يوقف تدخين زي الرياضة العلاجية زي المساج والعلاج الطبيعي زي الكمادات الدافية على المفاصل زي الدعم النفسي لمريض الروماتيود احيانا بعد الدعامات او الجبائر نستخدمها لبعض المرضى في بعض الحالات طبعا كل الحاجات دي هيعرفها لك طبيبك المعالج اللي هو المختص طبعا بالامراض الروماتيزمية والمناعة مع اخصائي العلاج الطبيعي ونيجي بقى نتكلم شوية عن المجموعة الاولى اللي هي الادوية الادوية المستخدمة في علاج الروماتيود هي مجموعات اهم مجموعة فيهم اسمها ودي هي المجموعة الاهم وتعتبر العلاج الاساسي في الروماتيود الديماردس دي منها نوعين اثنين حاجة اسمها نان بيولوجيك ديماردس ونوع تاني اسمه بيولوجيك ديماردس النان بيولوجيك ده الاقدم واللي مستخدم من فترات طويلة قوي زي مثلا الهيدروكسي كلوروكوين زي الميثوتريكزات زي السالفازالازين الازاثايوبرين الفلونومايد وسايكلوسبورين اما النوع التاني اللي هو البيولوجيك ديماردس زي الاداليوموماب وزي السيرتولوزيماب والاتانرساب والانفليكزيماب والجوليموماب المجموعة دي تعتبر احدث واغلى في السعر ليها مميزات وليها عيوب وليها طرق استخدام زي ما هنتكلم كده بشكل عام بعد شوية يبقى اول مجموعة في العلاج والاساسية ورقم واحد هي ديماردس في مجموعة تانية زي الكورتزون مثلا زي البريدنيزلون على سبيل المثال ممكن نستخدمها مجموعة تانية زي النانسترويدا الانتي انفرماتروي دراجز المسكنات ومضادات الالتهاب ومضادات التورم زي مثلا الايبوبروفين زي الديكلفناك وزي البرستامول اللي ممكن احتاجه زي الترمدول احيانا احتاجه كمسكن للألام وغيرها من الأدوية والمجموعة الاخيرة دي اللي هي الكورتزونات والمسكنات دي غالبا باستخدمها كعوامل مساعدة ببدأ بيها مع العيان مع الديماردس مع المجموعة الأساسية لحد ما الديماردس تشتغل وتجيب نتيجة لان هي بطيئة شوية في شغلها وبطيئة في التأثير بتاعها فلازم استخدم معها حاجات تانية تقلل التورم وتقلل الألم وتقلل التيابوس او التخشب بتاع المفاصل وهكذا فممكن استخدم مثلا الكورتزونات لمدة 3 شهور مثلا وبعد كده أصحابه ممكن استخدم بعض المسكنات ممكن حتى استخدم الكورتزون كحقن في المفاصل في بعض الأحيان ودلوقتي نتكلم عن الخطوط العريضة بقى في العلاج المبادئ الأساسية كل ما كان التشخيص مبكر والعلاج مبكر بمجموعة الديماردس كانت النتائج أفضل ان شاء الله الهدف بتاعنا في العلاج بيكون حاجة اسمها كلينيكا ريميشان اللي هو العيان يبقى من غير أعراض ونوقف نشاط المرض تقريبا نوقف المرض كله تقريبا لو قدرنا نوصل للكلينيكا ريميشان فدي حاجة كويسة جدا ولو ما قدرناش ممكن نقبل بحاجة اسمها أو تقليل نشاط المرض الديماردس هي المجموعة الأساسية في العلاج زي ما قلنا بالنوعين بتوعها زي ما هنقول بعد شوية سواء كان نون بيولوجيكا أو بيولوجيك ديماردس حاجة زي الميثوتريكزيت ده يعتبر الخط الأول في العلاج تقريبا في معظم الأحوال المتوسطة والشديدة وممكن استخدمه لوحده كمونوثرابي يعني علاج نوع واحد من الأدوية ولو كان الميثوتريكزيت ده كونترا انديكيدت في العيان ممكن استخدم مكانه لفلونومايد أو سلفا سلازين زي ما قلنا ممكن نبدأ به كمونوثرابي يعني نوع واحد بس لوحده الجرعة بتاعته بتكون تقريبا في البداية سبعة ونص ميلي جرام في الأسبوع غالبا بتبقى حقن أو أقراس بس المشهور أكتر الحقن اللي هي تحت الجلد وبنزود بعد كده لحد ما نوصل للتارجت بتاعنا والعيان يبقى كونترولد كويس جدا والموضوع ده ممكن ياخد شهور ثلاث شهور أو أكتر مثلا وبعد كده أقل للجرعة لأقل جرعة ممكنة ومؤسرة للعيان لو الميثوتريكزيت لوحده ما جابش نتيجة كمونوثرابي ساعتها ممكن استخدم حاجة اسمها دولثرابي يعني استخدم نوعين اتنين مع بعض أزود حاجة مع الميثوتريكزيت لو كان العيان مفيش عنده بور بروجناستيك فاكتورز يعني ما عندهش عوامل سيئة تقول إن حالته مش كويسة يعني في الحالة دي ممكن أزود حاجة زي السالفا سالازين ودي الجرعات بتاعته أما لو كان العيان معا بور بروجناستيك فاكتورز يعني معا عوامل تقول إن تطور المرض مع العيان ده مش كويسة شوية في الحالة دي بقى ممكن أدخل الحاجات اللي هي أغلى شوية وأحدث شوية فمثلا ممكن أزود الروتوكسيماب مع الميثوتريكزيت ودي الجرعة بتاعت الروتوكسيماب أو ممكن أزود الأدليوموماب مع الميثوتريكزيت أو أزود الإيتانارسابت مثلا مع الميثوتريكزيت وغيرهم بالنسبة للتريبل ثيرابي اللي هو العلاج بتلت أدوية بيقولوا إن أحيانا يكون مفيد مع بعض الحالات يعني مثلا ممكن عيان ياخد ميثوتريكزيت مع سالفا سالازين مع هيدروكسوكليوروكوين لو وصلنا بالفعل والعيان بدأ يتحسن ووقفنا نشاط المرض معاه فغالبا بنبدأ نسحب الكورتزيونات الأول لو كنا بدأنا كورتزيونات مع الديمارتز زي ما قلنا ممكن نبدأ كورتزون مع العيان فبنبدأ نقلل الكورتزون ده ونسحبه وبعد كده نبدأ نقلل أنواع الأدوية المستخدمة من الديمارتز زي ما قلنا بنحاول نوصل لأقل جرعة ممكنة وأقل عدد من الأدوية ودلوقتي نتكلم عن شوية المشاكل أو الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل مع الديمارتز المجموعة دي من الأدوية هي غالبا المشاكل دي بتحصل مع الجرعات الأعلى شوية لكن عموما عشان نبقى عارفين بس ممكن يحصل ليفر أو بون مارو توكسيستي يعني يحصل مشكلة في الكبد أو النخيع العظمي مع بعض الأدوية ممكن الكلا تتأثر مع بعض الأدوية ممكن بعض مشاكل الجلد مع بعض الأدوية ومعظم الديمارتز ممكن تزود نسب حدوث العدوى وقد تكون عدوى خطيرة عشان كده يفضل لو أنا هدي للعيان ديمارتز أدور عليه أشوف هل عنده فيروس بي مثلا خامل في جسمه هل عنده تي بي أو درن خامل في جسمه أدور عليه وما اكتشفهم قبل العلاج وكمان نتابع كويس العيان بتاعنا عشان لو بدأ يظهر أي أعراض لعدوى أتعامل معاها كمان يفضل أن الناس اللي هتاخد ديمارتز أن هي تاخد تطعيمات الأول قبل ما تبدأ حتى في العلاج زي مثلا نيومو كوكا الفكسين وزي تطعيم الإنفلوانزا وزي تطعيم فيروس بي وزي الهومان بابللومة فيروس وزي الفيرسيلا زوستر فيروس اللي هو بتاع الحزام الناري أو الجدري لو كان العيان بدأ بالفعل أنه ياخد ديمارتز يبقى ما ينفعش أديله live attenuated vaccines يعني ما ينفعش أديله تطعيمات فيها فيروسات حية لازم تكون killed vaccines يعني ما ينفعش أديله تطعيم اللي هو بتاع الجدري فاريسيلا زوستر فيكسين لأنه هو live attenuated يفضل أن نحن ندهوله قبل العلاج ما يبدأ كمان بعض الأدوية ديمارتز دي ممكن تأثر على العين بعضهم ممكن يعمل بعض المشاكل التانية لكن بالمتابعة الكويسة إن شاء الله الدنيا كلها بتبقى تماما وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر